زيكو حبيب ايه معكو شام علي عملنا مع بعض ميني دونت تعال نشوف الطريقة بسم الله دي المقادير بتاعتنا هنا نص كباية سمنة ونص كباية سكر بودرة معلقة سكر ومعلقة خميرة صغيرة ونص معلقة كركم ومعلقتين وزرة ملح وحطيت هنا بقى اللبن البودرة والسمنة والبضاية وثلاث كبات ونص دقيقة بس مش هنحطوهم دلوقتي الى لما نقلب المكونات اللي احنا حطناها هحط بقى الخميرة بتاعتي والسكر وسنة الكركم وهنا بقى حط الدقيق بالتدريق وهبدأ هنا بقى هشيل المضرب ده بقى وهعمل بايدين حطيت بقى نص كباية مية ولو لقيت ان هي هتحتاج مني مية تاني فهروح حطا من غاية لما العجينة تتلم معي انا هنا بقى زودت لبن وقت ملعجينة بقى هتتلم معي خالص وهسيبها بقى ترتاح حوالي كده ساعة ساعتين بقى الحسب ما تخمر معي كي انا هنا بقى اول ما العجينة هي اتلمت بقى معي وقت حلوة جدا هبدأ بقى هغطي الطبق بتاعي وزي ما قلت لكم هنسبها حوالي ساعتين ثلاث ساعات حنا عشان اتجاو ساقة فالحسب ما تخمر معي كي يعني الوقت اللي تلاقي خمرك معي كي ما كنت تخمر معي كي انت بسرعة لحسب الضفة اللي عندك فاول ما تلاقيها خمرك معي كي هتمنبدأ نشتغل بها عادي سيبت العجينة تخمر عبال هي ما تخمر اه هكون انا حضرت الكاستر بتاعي اللي انا هحشيها بيها هحط معلقتين كاستر عليهم اه معلقتين اه سكر واحط اللبن بتاعي وهقعد اقلبهم بقى مع بعض بصراحة ما يرتش اللبن انا حطيت كده على حسب الكمية طبعا اللي انا عايزيها وحطة لو فضل مني حابة من الكاستر فكده كده احنا بنحب ناكله يعني فمش هيخسر في حال هبدأ قلبهم بقى على البارد وبعد كده هروح على النار عشان خاطر يكمل تسوية انا هنا بقى هم حاطيته على النار بعد ما دودته كويس جدا لازم تقلبه كويس على البارد عشان يبقاش فيه الكلكيع او يكلكع منك هنا بقى بدأ يتقل معي بالتدريج اول ما يوصل للصمك اللي انا عايزيه او القوام اللي انا عايزيه خلاص هقفل عليه على كده بس دايما تبقى ايدك فيه عشان ما يتلسعش منك او يتحرق خصوصا كمان انا بعمله في حال استلس والحاجات دي لازم تتعامل معها بحرص لان الاستلس لو انت مش واخدة بالك من درجة الحرارة بتاعته او الاكل انت حطوه يعني الحالة هتتلسع وهيلسع لك الاكل فانت دايما خل بالك من الموضوع انا هنا خلاص بقى خمرت عندي جبت كده حابة دقيق عشان ارش هاخد قطعة على قد ما هفرد يعني والباقي هغطيها بالكيس لغاية لما اخلص وابدأ اخل عشان العجينة ما تنشفش منك دي الكوباية لان هقطع بيها انا ما عنديش قطعة دولت ومش لازم يكون عندك يعني اللي موجودة عندك اعمليه اي حاجة حجمها بقى كبير حجمها صغير انا بحب بصراحة زي اي حاجة كده صغيرة يعني الحاجة تتاكل مرة واحدة بدل ما تبقى كبيرة ويقتموا ويسيبوا لا انا ما بحبش كده وانا بصراحة بحس ان اي حاجة صغيرة يعني بتبقى احلى سواء في المعجنات اللي انت بتعمليها في الفكهة في الخضور لما بتشتريه في اللحوم في الاسماك سبحان الله الحية بتبقى حاجة صغيرة بتبقى احلى بكتير يعني فانا بارتاح لأي حاجة صغيرة هنا بقى بدأت خلاص اشكلها سيب حبة كده مش مش مخرومين من النص يعني وحبة كده يعني هنحشي ده وهنعمل دوت بردك عملت النوعين يعني النوع اللي يجبك اعمليه اللي اتنين زي بعض ما فيش اي اختلاف بس هو باختلاف بس في الشكل انا كان بصراحة اسهالي بقى في الحشو هو اللي بيبقى قطعة واحدة دوت ده كان حلو جدا بصراحة وجميل كده انا هنا بقى هو بعض ما قطعته اول ما قطعت اللي صانية التانية كان ده خمر معي يعني كان خمر ما شاء الله على طول بصو شكله حلو قوي هنروح بقى نحمر هنا خلاص بقى انا خدته هو تمسانية بس الزيت يسخن شوية وبعد كده هحطه اه وتخلي بالك منه عشان هو اه ما بيخدش وقت في التحمير عشان ما يحمرش منك قوي يعني او يتحرق منك اه اول ما تلاقيه يحمر تروح يقلبه على طوله وتطلعين ده اللي دوني خلاص هو بعد بقى ما تحمر اه خلاص هتطلعه على كده انا بنسبالي اللون ده مظبوط جدا اه وحلو قوي وغص ما نفوش ما شاء الله حل دول بقى الكمية بعد ما خلصت التلات كوبيات ونص هبدأ هنا بقى احشي اه اه الدونات لقيته بصراحة مش عاوز يدخل معي كده كل ما اجا دخل الامع يروح اه داخل له جوا فقلت خلاص بقى انا هفتحه كده زي الساندويتش واشيل الزيادات دي منه وهبدأ اعمل الكمية كلها وبعد كده اه هحطه في في الشكوروطة الاولانية المسكتها دي القطعة سخنة على ايدي ما كنتش قادرة هتحمله فانا كنت بنائي اللي اللي طالع من بدري شوية اعرف همسكه لانه كان سخن جدا انا هنا بقى بعد ما حشيت خلاص الدونات كله هبدأ بقى قسم الشوكولاتة بتاعتي هيعمل جزء ابيض وجزء لونه الهباني وجزء لونه بمبا ده على حسب بقى الوناف بنتي يعني كانت هي عايزيها هياخد بقى الكل ده سايب الحل على البخار اخلي بالكم الشوكولاتة كانت بتنشف مني بسرعة جدا عشان خاطر طبعا الجو يعني ما كانش يمساعدني جوشتها فانتو اه يعني انا بحب اعملو دايما في الصيف يعني عشان بيسهل معي كتير الشوكولاتة كانت كل شوية اه تنشف مني ارجع احطها على حمام مائي لأ فكان صعب قوي الموضوع انا هنا بقى خلاص لونت الشوكولاتة بتاعتي هبدأ بقى اشكل كده بصوا يعني والله كانت صايحة بس والله هي نشفت فاعرف اللي هما بالعافية يعني بقيت اساويها بقى كده عشان تدي بس منظر دي كانت ايد كرما كانت مستعجلة حايزة تاخد هي بتحبه قوي احنا بصراحة بنحبه قوي بس انا بقى في معرفش انا غير كل الناس ولا ايه بس انا بحبه اكله طازة يعني احبه اكله في نفس اليوم لو بات مننا مش يعني مش بحبه بصراحة دي بقى التشكيلة بتاعتي خلاص كده خلصت انا خلصت كل الكمية حطيت شغية كده في الطبق الطبقة التاني ما الجوز التاني ما حكيت عشان انا حطيت سوس شوكولاتة بس عشان ما ينزقش في بعضه وده بقى شكل الدونت الاخير التقديم بقى يارب يكون عجابتكو اه الطريقة والالوان بتنسو نيش بقى فلايك وشير والشراك في الكني وتفعيل الجرس واشوفكو على خير ويراب تكون الوصف عجابتكو